المخطط الخليفي المخطط الذي كانت فكرة مجموعة البحرين مستقبلنا أحد أدواته دخل حيز التنفيذي عبر قرار حل جمعية الوفاق وإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وتصعيد القمع بشكل غير مسبوق وإلى الحد الذي يحبس فيه البحرانيون أنفاسهم وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالظلم وانسداد أفاق الحل يطل أحد رجال الأعمال من المصنفين بالوجهاء وهو عضو في مجموعة البحرين مستقبلنا برأسه ليتحدث عن انفراجه ويكشف عن مبادرة لتوجه وفد من من سماهم بالعقلاء والحكماء للقاء من سماهم بالقادة تصريحات لا تصب إلا في مصلحة النظام اللي بتمادى في تغيانه إذ لا يخل الهدف من إطلاقها في هذا الظرف الحساس من أمرين أولهما تخدير البحرانيين الذين يتعرض وجودهم إلى استهداف كما أكد على ذلك كبار العلماء وأما الأمر الآخر فهو البدء بتسويق البديل للمعارضة الذي يتولى تقديم فروض الطاعة والولاء للخليفيين ومع انكشاف خيوط هذا المخطط البائس وبشكل جلي لا يحتمل التأويل والتشكيك فإن البحرانيين لن تنطل عليهم مثل هذه المؤامرات وليكون مصير كل من يساعد الخليفين على بني جلدتهم إلا الخيبة والخسران المبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر